السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة خبر ومعلومة مع تفعيل جرس تنبيهات لنستمر بتقديم المزيد ان شاء الله عاجل وبالفيديو الملك محمد السادس يفرح عائلات صلاح الدين الغماري بزيارة خاصة ويفاجئهم بهذه الهدية الغير متوقعة خلفت وفاة الصحفي صلاح الدين الغماري حزنا كبيرا في قلوب المغاربة وذلك نظرا لمكانة هذا الصحفي المتميز والذي اشتغل بتقديم الاخبار بالقناة الثانية لما يزيده ناقدين رحله كنقاسي وغير متوقع وبدون اي سابق انذار لكنه سيظل حيا في قلوب المغاربة الى الابد وبهذه المناسبة الحزينة شارك جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتقاسم الحزن مع المغاربة لفراق صلاح الدين الغماري وقد وجه جلالته رسالة تعزية لأسرة الفقيد صلاح الدين الغماري معبرا عن مدى حزنه واسفه على رحيل هذا الصحفي وقال جلالته في رسالته على ان رحيل صلاح الدين الغماري كان قاسي بشكل كبير خاصة وانه يعتبر بمثابة فرد من كل اسرة المغربية وذلك نظرا لعفويته وفصحته وشعبيته التي جعلته يكسب قلوب المغاربة صغيرا وكبيرا كما اكدت بعض المصادر خبرا غير مؤكد مفاده على ان ربما جلالة الملك محمد السادس يخطط من اجل القيام بزيارة لأسرة الصحفي الراحل صلاح الدين الغماري من اجل اداء واجب العزاء بشكل مباشر وفي الاخير لا ننسى الدعاء مع اسرة الصحفي صلاح الدين الغماري بالصبر وبالاخص والدته ونرجو الله عز وجل ان يرزقها الصبر والسلوان في فقدان فلذة كبدها وان لله وان اليه راجعون اشتركوا في القناة